السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم درسنا اليوم مفهوم الانترنت اليوم يا رابع نحن بلش بوحدة جديدة هي وحدة الانترنت بتمنى ان تكونوا راجعت الوحدة الورد كاملة بداية درسنا نحن نحكي عن مفهوم الانترنت نشوف مع بعض يا رابع هاي الصورة في حنا الولد قاعد على جهازه وحنا البنوت قاعد على جهازه طيحنا الأجهزة الموصولة بالانترنت بشبكة الانترنت فكركوا يا رابع شو قدين بعمله ممكن التنين عم بعملوا ألعاب بلعبوا بالألعاب ممكن التنين عم بتواصلوا مع أشخاص ممكن التنين عم ببحثوا عن معلومة إذا هني بستخدموا شبكة الانترنت طب بدوري ببالك شو هي شبكة الانترنت شبكة الانترنت يا رابع هي عبارة عن مجموعة من شبكات الحاسوبية المتصلة مع بعض يا البعض على مستوى العالم نركز على شغل تهم مهمين ان هي عبارة عن مجموعة من شبكات الحاسوب وهاي شبكات الحاسوب متصلة مع بعض يا البعض وبهمني ان هي على مستوى العالم لانه في عندنا شبكات اخرى غير مربوطة مش على مستوى العالم تسمح للاشخاص بالتواصل فيما بينهم وكتواصل انت مع اي شخص موجود باي دولة بين العالم وهذا اللي مميز شبكة الانترنت هنغيريها من الشبكات حكينا بمفهوم الانترنت هي عبارة عن مجموعة من الشبكات الحاسوبية اللي هي النتورك طب شو دار ببالك شو هي الشبكات؟ شو يعني شبكات؟ الشبكات يا رابع الشبكة هي عبارة عن مجموعة من الحاسوب المتصلة ببعضها تتشارك في الاجهزة زي ما عنا احنا مثالي عنا مختبرنا الحاسوب عبارة عن مجموعة من الاجهزة انا بمكاني اربط هاي الاجهزة في شبكة وتتشارك كل هاي الاجهزة مثلا في طابعة واحدة مثل هيك يعني تشاركنا احنا في الاجهزة طيب احنا لما عدنا على الانترنت يا رابع مش استفدنا منه؟ اذا ايلو فوائد ايلو خدمات انت حصلت عليها أول خدمة حصلنا عليها هي خدمة التصفح والبحث إحنا عادنا مثلا موقع جوجل عادنا علياهو عادنا مثلا على يوتيوب تصفحنا مواقع بحثت عن معلومة أنت بدك إياها حجز التذاكر خلال هذا المحرق كانت تتوصل لأي معلومة أنت بدك إياها الخدمة الثانية يا رابع هي خدمة البريد الإلكتروني وهي الإيميل وهي إرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية عن طريق الإنترنتي لأنت ترسل لشخص وتستقبل رسالة عن طريق الإنترنت البريد الإلكتروني الخدمة الثالثة هي خدمة المحادث وأغلبية تمنع مستخدمها يا رابع وهي الجروبات التي تعملها بتعملوا تشاتن تبعتوا مراسلات مع أي شخص الاتصال الفوري بأي شخص متصل بالإنترنت ممكن إحنا نتصل معاهم عن طريق الكتابة بتكتبوا لبعض رسائل أو ممكن أني أنا أعمل الاتصال على الطريق بالصوت والصورة ممكن الفيديوهات يعني نستخدمها بالمسنجر الخدمة الرابعة هي خدمة التسوق عبر الإنترنت اللي هي التجارة الإلكترونية أكيد كلنا سمعنا يا رابع أنه مثلا إحنا وصينا هالإشي عن طريق الإنترنت يعني أنا أشتري منتجات أو كتب دون أغادر المنزل حتى عملية الدفع ممكن تكون عن طريق الإنترنت أهم خدمة الأغلبيتنا منستخدمها هي خدمة التسلية الألعاب اللي كلكم دائما بتفتحها الإنترنت يا رابع مشان تحصلوا على الألعاب والإنترنت بوفر مجموعة كبيرة من الأنشطة والألعاب شايفين هالولد كيف بلعب قاعد ممسجن بالألعاب خدمات أخرى بوفرها الإنترنت هاي خدمة مثلا حجز تذاكر الطيران ممكن أنا أحجز تذكرة الطيران وأنا أعدي بالبيت اثنين إنجاز بعض المعاملات الرسمية للمؤسسات والدوائر الحكومية وهي مسميها الحكومة الإلكترونية إني أنا مثلا ممكن أعمل بعض المهام مثلا كدفع فواتير كإنجاز بعض المعاملات الحكومية عن طريق الإنترنت وإنت قاعد ببيتك ثلاثة متابعة أخبار العالم كلنا نعرف إيش بيصير بالعالم إيش بيصير بالدول الثانية نفتع الإنترنت رح نحصل على كل أخبار تلك الدول طيب هاد الإنترنت يا رابع إلو مساوئ زي ما إلو خدمات صح إلو انت استفت منه بس برضو إلو مساوئ فعشان هيك أنا لازم ألتزم بأخلاقيات التعامل مع الإنترنت من أخلاقيات التعامل مع الإنترنت واحد احترام أفكار وآراء الآخرين يعني مش إنه إنت مثلا واحد عرض فكرة ما تناسبت مع أفكارك تعمل معها طوش وتبلش ومثبات على بعض والآخرين خلص هو حر برأيه وإنت حر برأيك ليجب عليك احترام أفكار وآراء الآخرين تنين عدم إدراج أي بيانات شخصية لك أو لعائلتك على الإنترنت في أحيانا أنت قاعدة الإنترنت بتطلالك مسيجات إنه أدخل رقم هاتفك أعطيني بيانات معلومات إنت مثلا تحط أي معلومة أي بيانات شخصية بتخصك أنت وعائلتك عن طريق الإنترنت لأنه ممكن تكون هاكر تلاتة عدم الدخول إلى المواقع التي تحتوي على معلومات وأخلاقيات تتعارض مع أخلاقياتنا وهي شغلة مهمة يا رابع إنه إحنا دائما لما ننتبه لما ندخل هاي المواقع إنه ندخل على مواقع هاي المواقع تحتوي على معلومات وأخلاقيات اللي إحنا تربينا عليها اللي هي عاداتنا قيمنا ديننا الإسلامي ودائما نحاول دائما نقولك يا رابع ما تدخلوا على أي موقع هذا الموقع يحتوي على معلومات وأخلاقيات تتعارض مع عاداتنا ومع تقليدنا ومع ديننا الإسلامي ومن هون يا رابع مكون احنا خلصنا درسنا اليوم بتمنى انه تحفظ التلخيص كويس وبشوك ان شاء الله للحص القادمة